مع الصراع على السلطة بعد وفاة ملك إنجلترا إدوارد كانت الممالك الأوروبية تعلم بأن ويليام ملك النورماند هو الأحق في ولاية العرش ويليام نفسه كان واثق بأن لديه قدرة على غزو إنجلترا ذكرت الأسطورة بأن والدة ويليام حلمت بشجرة كبيرة تمتد من النورماندي وتصل لإنجلترا النورماند هم أحفاد قائد الفايكينغ رولو والذي حاول غزو باريس ولردعه قام ملك فرنسا بإهداء رولو وجيشه أراضي داخل فرنسا على أن يعتنق المسيحية وهذا ما حدث اندمج أهل النورماند مع الفرنسيين وأصبحوا جزء من فرنسا وأصبح هناك توافق ثقافي ولغوي بين الشعبين وعند ظهور ويليام الفاتح كان قد مر على إهداء أراضي النورماند للفايكينغ 150 عام الحقيقة أن اسم نورماندي جاء من كليمنت نورثمان والذي تعني أهل الشمال والمقصود بهم الفايكينغ وهنا دخل ويليام أراضي إنجلترا بعشرة آلاف رجل في حين كان هارلد قد جمع ثمانية آلاف رجل لتنتلع ماركة جودوينسون كان الملكان على علم بأن المواجهة المباشرة هي أفضل حل لإنهاء الحرب ولهذا كانت هذه المعركة والتي كانت بقيادتهم هي الحاسمة استمر القتال اليوم وفيه تفوق النورماند بسبب عددهم الأكبر وقوة الرما والفرصان ولهذا هزم الأنجلوسكسونيين في هذه المعركة ومن المحتمل أن يكون جودوينسون قد قتل أو أنه مات بعد فترة قصيرة وهنا أصبح ويليام الفاتح حاكم لأقوى الممالك في أوروبا في ذلك الوقت تعتبر اليوم معركة هاستيجز واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإنجليزي وهنا تم التجريد الأرستقراطية الأنجلوسكسونية من سلطتها وتم استبدالها بأرستقراطية نورماندية لتنتقل اللغة الإنجليزية السكسونية وتكون لغة الفلاحين أما النخبة الحاكمة فكانت التحدث الفرنسية النورماندية واستمر هذا الفصل مع الوقت لكن ما حدث بعد ذلك هو أن اللغتين اندمجتها الحقيقة أن اللغة الإنجليزية الحديثة متأثرة باللغة الفرنسية النورماندية أكثر من اللغة الإنجليزية الأنجلوسكسونية القديمة وهنا غادر العديد من النبلاء الأنجلوسكسونيين إنجلترا وانتقلوا إلى الدول الإسكندنافية أو اسكودلندا وإيرلندا منها بعض أعضاء عائلة الملك هارلد والذين انتقلوا لإيرلندا أكد نورماند هيمنتهم من خلال بناء الكنائس والقلاع وأهمها كان بورج لندن نورماند غيروا المجتمع الإنجليزي بشكل كبير بل يقال بأنهم محوا كثير من الثقافة السابقة التي كانت في إنجلترا مثلا كان 10% من سكان إنجلترا من العبيد لكن نورماند لغوا العبودية بشكل كامل واجه ويليام تمرد أنجلوسكسوني في الشمال بدعم من الدنماركيين ولكنه قمع التمرد بكل عنف رغم هذا واجه نورماند تمردات أخرى إضافة للصراع مع فرنسا لكن قبضة نورماند على إنجلترا استمرت وفي التاسع من سبتمبر من عام 1087 توفى ويليام الفاتح واستمر خلفاء ويليام في التمسك في إنجلترا بل مدوا سيطرتهم في أراضي في سكوتلندا وويلز ويرلندا رغم هذا اندلعت حرب أهلية بسبب الصراع على العرش ولهذا أصبحت الحالة السياسية في إنجلترا غير مستقرة فيها استغلت سكوتلندا الأمر وهاجمت على إنجلترا لتدخل المملكة فترة سميت باسم مرحلة الفوضى حيث أنه بعد وفاة ابن الملك هنري بشكل مفاجئ اندلع الصراع بين ستيفن ابن أخ الملك مع ابنة الملك هذه الفترة استمرت لسبعت عشر عام واشتهرة بأنها فترة دموية حقيقية متلدا ابنة هنري تزوجت من جيفري كونت أنجو في عام 1033 من هذا الزواج أنجبت ابنة الملك ابن اسمه هنري أساسا هنري كوريث لوالده لحكم أنجو لكن متلدا كانت تأمل في أن يكون ابنها ملك على إنجلترا وهنا اندلع الصراع حقيقي منه كان النبلاء يغيرون ولائهم بالشكل مستمر وفي عام 1152 انتهت هذه الحرب ليصل ستيفن ابن أخ الملك للعرش فجرة حكمه لم تكن مستقرة خصوصا أنه قضى عشرين عام في الحرب الأهلية خلال عادي خسرت إنجلترا أراضي اسكتلندا ويلز استمر ستيفن بالحكم حتى وفاته في عام 1154 بعد عامين من انتهاء فترة الفوضى وفي ذلك الوقت كان هنري ابن متلدا خلف والده في حكم أنجو وكان قد تزود من إيلانور من أكياتين قبل وفاة الملك هنري بعام توفى بستاس ابن الملك ستيفن في عام 1153 ليكون عرشه بدون خليفة وهنا تواصل ستيفن مع هنري واتفق معه على أن يكون هو خليفته ليتم تتويج هنري في الخامس والعشرين من أكتوبر ليصبح هنري الثاني ويؤسس سلالة بالانتا جينت والتي ستحكم الإمبراطورية الأنقوية والتي تشمل أراضي ممتدة من شمال إنجلترا إلى جبال البرانس لذلك مرة أخرى حكم إنجلترا حكام ناطقين بالفرنسية وصف هنري بأنه كان يحاول التحدث دائما بالانجليزية ولكن بلكنة سيئة للغاية وأحيانا بشكل غير مفهوم حكام ونبلاء إنجلترا في ذلك الوقت كانوا يتحدثون أكثر اللغات الفرنسية واللاتينية وصف هنري الثاني بأنه كان متعطش للسلطة وطموح ولهذا استطاع توسيع سلطته في إسكوتلندا وويلز وإيرلندا بسبب شخصية الملك انقلب عليه الكثير من أفراد عائلته والنبلاء لكن موت توماس بيكيت رئيس أساقفة كاتبوري كان حدث مهم للغاية حيث أن الملك والأسقف كانوا في صراع مستمر الملك كان قد ذكر أمام رجاله عن غضبه من الأسقف ولهذا قام الرجال باعتبار هذه الكلمات أمر قتل فتم اغتياله هذا الحدث أضر من صورة الملك هنري أمام أوروبا كلها من المؤكد أن الملك لم يكن أساسا ينوي قتل رئيس الأساقفة لكن الرجال أخطأوا الفهم وفي عام 1189 خلف هنري ابنه الثالث ريتشارد الأول والذي نعرفه في كتب التاريخ باسم ريتشارد قلب الأسد بسبب نجاحاته العسكرية وبالتحديد في الحملة الصليبية الثالثة عندما واجه صلاح الدين الأيوبي وقد تكلمت عن الحملات الصليبية بالتفصيل في سلسلة خاصة وتجي رابطها في وصف الفيديو نجاحات قلب الأسد لم تكن فقط في عهده لكن في عهد والده حيث قاد الجيش في كثير من المعارك وانتصر بها وبالتحديد في فرنسا دفاعا عن أراضي إنجلترا داخل العمق الفرنسي ورغم أنه يعتبر من أهم ملوك إنجلترا لكن قلب الأسد أساسا لم يقضي إلا أقل من ستة أشهر داخل إنجلترا يعتقد أن قلب الأسد أساسا كان يرى بأن إنجلترا ليست سوى أقليم عادي في إمبراطوريته وفي عام 1199 توفى قلب الأسد في فرنسا متأثرا بجرح أصيب به خلال القتال ليخلفه شقيقه جون والذي كان أقل شعبية من قلب الأسد في كتب التاريخ الإنجليزية لا يذكر جون بأنه ملك صالح فقد حاول الإنقلاب على والده هنري سابقا وبعده حاول الإنقلاب على شقيقه قلب الأسد وحتى بعد محاولات الإنقلاب تم وضعه كحاكم على إيرلندا وهنا أظهر بأنه كان حاكم جشع وعنيف في عهد الملك جون ظهرت قصة تعتبر من أهم القصص في التاريخ الإنجليزي وهي قصة روبين هود خاض جون العديد من الحروب والتي كانت خاسرة وفي عهده خسرت جون نورماندي لمصلحة فرنسا وهنا بدأت الإمبراطورية الأنجوية في الانهيار وبيسوي هذه الخسائر اضطر جون لرفع الضرائب وبالتحديد على الطبقات الدنيا كما قام أيضا بسحب أراضي من النبلاء استمر الملك بالضهاد الفقراء والنبلاء على حد سواء ولهذا كان هناك غضب من كل الطبقات حول الملك الظالم هذا الأمر امتد حتى الكنيسة والتي دعمت جيش مكون من مجموعة من النبلاء للتمرد على الملك وصار هذا الجيش للندن وهنا قام رئيس أساقفة كاتبوري بإصدار معاهدة أو دستور حمل اسم الماغنا كارتا أو الميثاق العظيم وهو ميثاق يحتوي على 63 قانون للملك تذكر القوانين كيف يجب على الملك التعامل مع البارونات والكنيسة ولكن لم تذكر القوانين العامة أبدا الماغنا كارتا هي بداية الحد من سلطة الملك في إنجلترا الملك جون وافق على التوقيع على الماغنا كارتا في الخامس عشر من يونيو من عام 1215 وكان أساسا لا ينوي التنفيذ هذه الطلبات ولهذا اندلعت حرب أهلية بين الملك جون والبارونات استمر الملك جون في إنكار شرعية الوثيقة حتى وفاته في عام 1217 ورغم أن هناك ملاحظات على الماغنا كارتا لكن ظهورها يعتبر علامة فارقة في التاريخ الإنجليزي فلأول مرة يتم تحدي سلطة الملك وتوضع قوانين علمانية ركزت الوثيقة على مصلحة الأمة وليس النخاب الحاكمة وهناك عبارة مشهورة ضمن الوثيقة تقول قد يكون الملك فوق قوانين البشر لكنه ليس فوق قوانين الرب هذه الوثيقة كانت بداية لفكرة نقاش قوانين الملك ومنه ظهر الشكل الحديد للبرلمان الإنجليزي الماغنا كارتا كانت وثيقة أساسية للتشكل إنجلترا المعاصرة خلف هنري ابنه إدوارد الثاني في عام 1272 الملك إدوارد كان جزء من أهم أفلام هوليوود في العصر الحديث وهو فيلم بريف هارت إدوارد استطاع غزو إسكتلندا وعرف بعنفه ضد الشعب الإسكتلندي وقبل وصوله للحكم كان قد شارك كأمير في الحملات الصليبية وأيضا في صراعات خاصة بالماغنا كارتا وفي يوم تدويجه في دير ويست منستر أعلن الملك إدوارد بأنه لن يزيل التاج من رأسه إلا بعد إعادة كل الأراضي التي فقدها والده استطاع إدوارد خم تمردات في ويلز وقام بعملية إصلاح للقوانين الإنجليزية وعاد التأكيد على سلطة الملك والنظام البرلمان مرة أخرى هذا التوجه خدم الملك فقد تم توفير أموال أكثر من الضراب والتي وفرت مال لتمويل الحروب داخل وخارج الجزر البريطانية رغم هذا استمر التوتر حول نظام الحكم في إنجلترا قام الملك أيضا بطرد اليهود من البلاد واستمر الحضر عليهم حتى القرن السابع عشر لكن الحرب التي خاضها إدوارد ضد إسكتلندا كانت حرب طويلة ومنها ظهر ويليام ويلانس الشخصية الرئيسية في فيلم بريفارد بإذن الله ستطنق بالتفصيل حول هذه القصة في تاريخ إسكتلندا قبل هذه الحرب كانت إسكتلندا وإنجلترا يعيشون في سلام من هذه الحرب حصل ملك إنجلترا على حجر إسكون وهو الذي كان يستخدم في تجان ملوك إسكتلندا هذا الحجر حتى اليوم هو جزء من التاج الإنجليزي خلف إدوارد ابنه إدوارد الثاني والذي كان أقل قوة من والده الملك إدوارد الأول كان قد حافظ على مملكته بيد قوية لكن إدوارد الثاني كان يفتقر إلى قوة والده كان لإدوارد الأول خمسة عشر طفل ومنهم وصل للحكم بعده إدوارد الثاني خسر الملك الجديد الأراضي التي حصل عليها والده في سكتلندا لمصلحة روبرت بروس إدوارد الثاني كان ملك ضعيف للغاية وانتشرت أخبار حوله بأنه كان شاذ جنسيا وهو ما أغضب البارولات حيث قيل بأن زوجته كانت تخونه مع روجر مورتمير من ويلز إضافة لكل هذا أصيبت المملكة بمجاعة استمرت لعامين وقتلت عشر بالمية من سكان إنجلترا لهذا تمت الإطاحة بالملك في عام 1327 وهنا حكم مورتمير وزوجته إيزابيلا لفترة بسيطة حتى جاء إدوارد الثالث وقتل مورتمير حاول إدوارد الثالث استعادة أمجاد إدوارد الأول في سكتلندا وبالفعل حقق نجاحات في البداية لكن في النهاية تم توقيع معاهدة سلام إدوارد الثالث كان متخوف من وجود تحالف بين الأسكتلنديين والفرنسيين فكان هناك تخوف من محاولة الفرنسيين شن حرب على إنجلترا وغزو أراضي البلاد وأيضا كان الفرنسيين خطر حقيقي في تجارة الإنجليز في أوروبا وهذا كان سبب حقيقي في إنهاء حرب إسكتلندا من قبل ملك إدوارد الثالث لمواجهة الفرنسيين وهنا قرر إدوارد خلق تحالفات داخل أوروبا وبالتحديد مع البرتغال ليتم إنشاء أطول تحالف في التاريخ ملك فرنسا فليب السادس استولى على دوقية أكياتين وهنا لم يقاوم إدوارد هذا الهجوم لكن إدوارد قام بالمطالبة بأحقيته في عرش فرنسا حيث كان فليب السادس أساسا عمه وأيضا كان أقرب ذكر على قيد الحياة من تشارج الرابع آخر ملوك العائلة الكوبية تشارج قبل وفاته أمر النبلاء باختيار وريث للعرش فاختاروا فليب السادس من سلالة الفلوا يعتقد أنه رغم المطالبة المستحقة لإدوارد في عرش فرنسا لكنه قام بهذه الخطوة بسبب سياسي بحت استمر إدوارد في الضغط على المطالبة بحكم فرنسا ولهذا غزى أراضي في فرنسا بل وغير شعاره ليشمل أسود إنجلترا وشعار التاج الفرنسي لم تكن الحرب على التاج الفرنسي غير مهمة بل أنها استمرت لقرن كامل ولهذا حصلت هذه الحرب على لقب حرب المئة عام وقد ذكرت تفاصيل الحرب في سلسلة تاريخ فرنسا وبالتحديد تأثيرها على الفرنسيين وتجد رابط السلسلة في وصول الفيديو وكما ذكرت سابقا الحرب هذه أساسا استمرت لأكثر من مئة عام وبالتحديد 116 عام وهي مقسمة لأربعة حروب وهي الحرب الإدواردية من عام 1337 إلى عام 1360 والحرب الكارولينية من عام 1369 حتى 1389 والحرب اللانكسترية من عام 1415 حتى 1420 والحرب اللانكسترية الثانية من عام 1420 حتى 1453 نلتقي في الجزء الرابع شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة ترجمة نانسي قنقر